موسيقى أنا المهندسة هنية عبد الحميد من شركة سيكا مسؤولة قسم الترميم والتدعيم شركة سيكا شركة متخصصة في مجال construction chemicals أساسها موجود في سويسرا من سنة 1910 وموجودين في مصر من سنة 1985 شركة سيكا اشتغلت في مشاريع ترميم وتدعيم كبيرة جدا باستخدام رفع الكفاءة سيستم الكربون فيبر زي الكنيسة اليونانية زي مدريات أمن القاهرة والدأهلية زي فوندو إنايل ريتس كارلتون وغيرها من أهم المشاريع اللي احنا موجودين فيها النهاردة هو مشروع كوبري رشيد وهو مهم لأن يعتبر من أكبر كباري الشرق الأوسط اللي تم رفع كفاءتها باستخدام سيستم الكربون فيبر كوبري رشيد تم استخدام التدعيم بالكربون فيبر من إنتاج شركة سيكا لسهولة التنفيذ لأن السبان اللي احنا بندعمها 55 متر عشان تتعم بأي طريقة تانية هتبقى متعبة جدا بالنسبة للتركيب والرفع والنقل في حين الكربون فيبر ممكن عاملين ثلاثة يركبوا السليس الوحدة في أقل من خمس دقيق فده طبعا بيوفر لنا في وقت الانتهاء من تنفيذ مشروع رفع كفاية مشروع مهم زي ده علشان هو أساسا بيخدم على المشاريع القومية كبيرة من مين الدميات وغيرها اللي حيبقى فيها نقل أحمال عالية جدا الكمية المستخدمة في المشروع ده كانت حوالي 18 ألف متر طولي وده رقم كبير جدا احنا نعتبر ريكورد لنا في شركة سيكا مصر وفخرين بي موسيقى استخدمنا فيه نظام التدعيم بالكربون فايبر كربا ديور 10-12 استخدمنا طريبا 18 ألف متر واستخدمنا الرب هاكس بالدمية تقريبا 900 متر كنت مشرفة على المشروع في الاختبارات والتنفيذ ونتائج الاختبارات كلها تم اختيار سيستم الكربون فايبر في مشروع كوبري راشيت لسهولة تنفيذه زي ما احنا شايفين الكوبري لازم ياخد مادة سهلة انها تطلع فوق الكوبري سهلة انها تتنفذ عمالة قليلة موجودة في المشروع ده اللي بيمايز سيستم الكربون فايبر عن اي سيستم تاني في التدعيم والترميم سيستم الكربون فايبر في شركة سيكا سيستم متكامل في المادة الكربون فايبر زي الشتات السيكا كربا ديور استخدمنا سيكا كربا ديور عشرة ناشر مع مادة اللازق بتاعته سيكا ديور تلاتين وكان تسوية السطح بمادة سيكا ديور واحد واربعين سي اف سيكا بيلادين ترست سيكا بيلادين ترست اشتركوا في القناة